قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الأذلة العلمية في القرآن على أن الإله المعبود هو الخالق قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون خلق السماوات والأرض بالحق خلق الله تبارك وتعالى خلقا متصفا بالحق بأنه حق ثابت هادف لابتلاء الناس هذا الحق الذي خلق فيه السماوات والأرض مشتمل على الحكم والمصالح ولم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا عبثا يعني بدون حكمة وبدون فائدة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سبحانه وتعالى يجدد الليل والنهار ويلفهم على بعضهم وبعض كما تلف طابة الصوف الليل يذهب ثم يأتي النهار يذهب الليل ويأتي النهار يأتي النهار ويذهب الليل وهكذا فهذا يستره شيئا فشيئا يأتي الليل يستر النهار شيئا فشيئا حتى يزيله يأتي النهار فينتشر ظلام نوره ويبعد الليل ويسلخه شيئا فشيئا حتى يذهب يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل كل ذلك في نظام بديع تجري فيه الأرض ويدوران حول نفسها ويدوران حول الشمس ليتكون طول النهار وطول الليل ويتكون منها الصيف والربيع والخريف وشتاء وسخر الشمس والقمر سخر أي ذلل وهيئ لمصالحكم أيها الناس الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل من الشمس ومن القمر يجري لوقت محدد لا يتخلف على ألا هو هذا الوقت المحدد وهذا السير وهذا التصرف وهذا الجريان كله لمنافع العباد ومصالحهم وتعلمون وذكرنا ذلك مرارا ما اكتشفه الناس من أشعة الشمس وأثرها في مادة اليخضور على تكون المادة الخشبية في الأشجار وفي الثمار كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار الذي يفعل ذلك والذي سخر لكم ذلك لمصالحكم هو العزيز الممتنئ القوي الغالب الكامل كامل القدرة الغفار لذنوب من يستغفره ويرجع إلى الاستقامة على أمره سبحانه وتعالى عما يشركون خلقكم من نفس واحدة خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم طبعا آدم خلقه أولا من تراب ثم جعل منها زوجها حواء خلق الله آدم فعاش في الجنة وحيدا ثم نام نومة فخلق الله حواء منه من ذر من أضلاعه قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت حواء من ظلع آدم إلى آخر الحديث لماذا لم يخلقها من تراب؟ لا خلقها من ذاته حتى يشعر أنه محتاج إليها كما يحتاج إلى ذاته والمرأة محتاجة لكلف الرجل كما تحتاج إلى أصلها جلت قدرة الخالق ثم جعل منها زوجها وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ثمانية أزواج والماعز أيضا ثمانية أزواج من كل زوج من هذه الأربعة ذكر وأنثى ذكر وأنثى إذا لم يوجد الذكر والأنثى لا تحصل النسل فثمانية أزواج الأبل والبقر والغنم والماعز كل واحد منهم ذكر وأنثى يتلاقحون فينتوج النسل الذي يستفيد منه الإنسان وأشار القرآن إلى هذه الثمانية أزواج في آية أخرى قال من الضأن الثنين ومن المعز الثنين ومن الأبل الثنين ومن البقر الثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين يعني خلق لكم الله هذا فهو الذي يبين لكم ما يحل منها وما يحرم لا أنتم الذين تحلون وتحرمون تقولوا هذا حلال وهذا حرام ولو سويتوا انقلاب عسكري لا وترجعوا إلى كتاب الله ما بتكون كتاب الله أقولوا صرحوا ما بين الله ولا بين دينه ما تقولوا علمانية وما أدري إيش إلى آخرية ثم تنفزون أفكار اليهود وأراءهم التي تملى عليكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق من الذي له طاعتكم أنه مرتبط مصالحكم به حياتكم مماتكم بيده هو الذي خلقهم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث خلقا بعد خلق أي ثورا بعد الثور نطفة تتكاثر وتصير علقة قطعة الدم متخسر تتكاثر خلايا وتصير قطعة لحم مشق السماء مشق البصر لماذا كان البصر هنا ما كان عين هنا وعين بالبطن جل الخلق في بصناء المخلوق في بطن أمه ورب العزة يكونه زرة فزرة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق طورا بعد الطور تتكون الأروق تتكون الدماء تتكون الدورة الدموية القلب بنبط بنبط قلب الجنين غير قلب أمه ويتكامل الخلق سبحانه وتعالى عما يشيركون وين حطكم هذا المعمل اللي صنعكم ربنا فيه وخلقكم في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة المشيمة هي اللي بتكون في يعني بتلف الولاد والرحم الغشاء جدار وبتين بلف هذا الغشاء المشيمة والبطن معروف ثلاث ظلمات الأغشية التي تلف الجنين نفسها هي عدة أغشية غشاء السلة المحيط بالأغشية كلها والملتصق بجدار الرحم غشاء الكوريون المشيمي اللي بعده غشاء الرحم هذا المحيط بالكل والذي يسقط بعدها الولادة كل هذا هذه الأغشية بينها سوائل ما فائدة هذه الأغشية والسوائل تبعد الصدمات عن الولاد إذا تكشت الأم ببطنة ما منزعج الولاد هذه الأغشية اللي فيها سوائل تمتص الصدمات وأيضا تترك الحرية للولاد حتى يتمطمط يتحرك الأم تشعر به يتحرك في بطنها من الذي خلقكم وجعل لكم هذه الحياة المريحة في بطن أمهاتكم وطوركم طورا بعد طور في ظلمات ثلاث من ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم أي مربيكم وسيدكم وخالقكم وليس فرعون اللي بدئله هيكم قل لك سبح بحن فرعون وقدسه ومع ذلك وقال لك أنا مؤمن مؤمن بالشيطان هذا ما مؤمن بالرحمن ذلكم الذي خلقكم ورباكم واستحقوا طاعتكم ذلكم الله ربكم له الملك هو ملك كل شيء ملككم أنتوا حتى كنتم في بطن أمهاتكم إلى أن تموتون إلى أن يأتي اليوم الآخر ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا عبودي ولا تعطاعة إلا له سبحانه وتعالى ليست لفرعون ولا لشياطين الإنس ولا لشياطين الجن ولا لتقديس الشعارات ولا لتقديس الأوسان والأصنام لا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون كيف تصرفون عن طاعة الله إلى طاعة غيره كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره كيف تصرفون عن تقديس الله إلى تقديس غيره أيها الإنسان عقلك خلق لك ليدلك على طريق الصواب اسمع قول الله وعرف أن الله هو المتصرف فيك وأنت عبد له اضطرارا فاختار العبودية له اختار أن تكون له عبدا اختيارا وتتحرر عن العبودية لسواه حتى تسعد في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة